موسيقى تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليتشاكيد بالعمل على إعادة طرح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على الكنيست خلال الأسابيع المقبلة للتصويت عليه بهدف تمديد سرايان مفعوله وأكدت شاكيد أن قانون منع لم شمل ليعتبر في غاية الأهمية لأمن إسرائيل ووصفت تصويت حزب الليكوت ضد القانون بوصمة عار وفيما يخص التصويت على مشروع ميزانية الدولة شددت شاكيد على أنه سيكون علامة فارقة مهمة وعدى بتمرير موازنة عامة جيدة تشمل إصلاحات لتحفيز النشاط الاقتصادي وفي سياق متصل اضطر الإئتلاف الحكومي إلى سحب مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية بسبب عدم تمكنه من حجد الأغلبية اللازمة لإقراره وكان يهدف القانون إلى تمديد سرايان مفعول القانون المؤقت الذي ينظم طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع الشابات اللواتي يرغبن في إعفائهن من الخدمة العسكرية بحجة انتمائهن للطيار الديني المتشدد صوت واحد كان كفيلا بمنع تمرير مقترح قانون محاكمة الأسرى والمعتقلين عن بعد حيث صوت 16 عضوا ضده فيما أيده 17 أخرون من ضمنهم عضوا عن القائمة الموحدة خلال اللجنة الدستورية للكنيسة ليتم التصويت عليه فيما بعد بالقراءتين الثانية والثالثة كل قانون أو كل إجراء يهدف إبعاد الملتمس أو المعتقل أو المتهم عن المحكمة وقاعة المحكمة هو سيء بها ذاته لأن صاحب الشأن وصاحبة الشأن بالقضايا القانونية أي نوع تقاضي هو الأسير والسجين المعتقل له الحق أن يمثل أن يسمع الأطراف بشكل واضح أن يقول ما لديه أن يقال أمام القاضي والقاضية لذلك أي إبعاد للمتهم أو المعتقل عن ساحة المحكمة وقاعات المحاكم هو سيء وعمليا يحد من حقه في الإجراءات العادلة وطبعا حقه أن يمثل في هذه الإجراءات ورغم تبريرات إسرائيل بأن القانون جاء لدوافع صحية تحسبا من تفشي جائحة كورونا من جديد إلا أنه يمثل مسا صارخا بحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون لحظة لقاء أقربائهم خلال المحاكمة بفارغ الصبر نهيك عن الحاجة بالتحدث وجها لوجه مع حظ السرية والخصوصية مع محاميهم مما يضع علامات استفهام أخرى حول نمط تصويت القائمة الموحدة لصالح قوانين مشحفة تميز بحق العرب والفلسطينيين على هذا النحو موضوع أنه عضو كنيسة عربية صوت يعني مش متفاجئ طبعا هن ببداية الحملة ببداية الحكومة الجديدة يعني رئيس هاي القائمة الدكتور منصور عباس قال عنه المخربين يعني للأسرى يعني حدا بشوف أن هدول مخربين يعني راح طبعا يكون أصوات قائمته مع كل قانون يعني أنا لا أستبعد إذا بيجي قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين أن الحركة الإسلامية أو الموحدة أن تصوت معه يعني شفنا إحنا لم الشمل ميادة زي إعدام عائلات وصوتوا طبعا ضد لم الشمل يعني أنت بتحكي قاعد على ناس اللي فيه قرار أن يكونوا ضد أبناء شعبهم وبالذات عندما تكون القضية تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الأسرى لا تتوانى الحكومة الإسرائيلية بزعامة المتطرف نفتالي بينت بسن أكثر القوانين عنصرية بحق المجتمع العربي وهذا ما كان متوقعا لكن ما يثير الغضب لدى أبناء المجتمع العربي بأن هذه القوانين العنصرية باتت تمرر بأصابع عربية يحتفل الكنيست بتنصيب يتسحك هيرتزوك الرئيس الحادي عشر لإسرائيل خلفا للرئيس المنتهية ولايته رويفن ريفلين المنتخب عام 2014 حيث يؤدي الرئيس الجديد قسم يمين الولاء الدستورية أمام الكنيست وانتخب هيرتزوك البالغ من العمر 60 عاما في مطلع حزيران الماضي لمنصب الرئيس الحادي عشر لإسرائيل بحصوله على 87 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسته مريم بيرتز وامتنع سبعة أعضاء كينيست عن التصويت ويعتبر الرئيس منصبا فخريا في إسرائيل وتقتصر صلاحيته على تكليف زعيم سياسي بعد انتخابات الكنيست من أجل تشكيل الحكومة كما يملك أيضا حق إصداري العفو صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يجيز لأعضاء الكنيست الانفصال عن الكتل البرلمانية حيث سيكون بإمكان أربعة أعضاء كينيست الانفصال عن الكتلة البرلمانية لحزبهم حتى لو لم يشكلوا ثلثها مثلما كان متبعا إلى الآن على أن يسمح لهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة وأيد القانون الذي بادر إليه الإتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بنت ستين عضو كينيست بالمقابل عارضه أربعة وخمسون آخرين ووفق التقديرات يأتي تشريعه لتمديد الطريق أمام أعضاء كينيست من حزب الليكود الانفصال وتشكيل كتلة برلمانية جديدة للانضمام إلى الإتلاف الحكومي يشار إلى أن القانون الذي عمل به قبل التعديل صعب على الإتلاف الحكومي تجنيد منشقين عن حزب الليكود الذي لديه ثلاثين مقعدا في الكنيست علما أن أي انشقاق كان بحاجة إلى عشرة أعضاء كينيست من الحزب أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي مندلي بليت أنه سيقدم لائحة اتهام بالرشوى والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية ضد عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان المعروفة بالملف 1803 بعد ست سنوات من التحقيقات وقبيل تقديم اللائحة رسميا سيتم إحالتها لرئيس الكنيست ميكي ليفي للمداولة بشأن رفع الحصان عن بيتان حيث أبلغه مندلي بليت أنه سيقدم المتهم المقرب من بن يامين نتنياهو بعد رفض معظم مزاعمه في جلسة الاستماع ووفق ما ورد في اللائحة ارتكب بيتان المخالفات خلال عمله في بلدية ريشون لتسيون وخلال فترة عمله كعضو كينيست وكان المستشار القضائي للحكومة مندلي بليت قد أعلن منذ حوالي عام ونصف قراره بتقديم لائحة اتهام ضد بيتان بعد أربع سنوات من التحقيقات بعد ساعات من هدم القرية للمرة التسعين بعد الماء تم في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع تأجيل النظر في قضية ما يسمى غزو أراضي الدولة والبناء غير المرخص بحق أهالي العراقيب حيث اختارت السلطات عدم إبلاغ الأهل بصورة مسبقة عن التأجيل على خلفية إضراب النيابة العامة الإسرائيلية وذلك كجزء مما يسميه الأهل الألعاب السياسية التي لا تمت للقانون بصلاة هجم شرسة وممنهجة ولربما كانت خطة جهنمية لأننا لنا تجارب مرة لأن من البارح تخيل أخي منذ البارح والمحامية تتراسل مع النيابة العامة لأن النيابة العامة في إضراب ولم يعطوا المحامية قرار نهائي حتى الساعة العاشرة والنصف تخيل والآن يقولون أن المحكمة قد تتأجل والتاريخ سيبعث لنا في وقت لاحق توقعنا هذا الحدث منذ الصباح عندما هدأتوا للعراقيب وهدم البيوت حتى كان بتكسير الألعاب للأطفال من المخيم الصيفي للعراقيب كنا على وشك شتاح هذا المخيم وكاننا أيضا كان عندنا فعاليات تكون على شرف الذكرى الـ 11 لهتم العراقي 27 ولكن ما كان اليوم هو مبرمج مسبقا وكانت سلطة أراضي إسرائيل معززة بقوات من وحدة يؤاف الشراطية هدمت مساكن أهل العراقيب المصنوعة من الأخشاب والنيلون تقيهم محرد الصحراء الملتهب وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين والثامنة منذ مطلع العام في خطوة استباقية للمحكمة والسمرار لتضييق المؤسسة على أصحاب الأرض وحملة الانتقام المستمرة على خلفية نضالهم من أجل البقاء وضد المصادرة والظلم هذه الهجمة المستمرة على أهنف العراقيب في هذا اليوم بالذات اللي فيه محكمة للشيخ صياح ولثلاثة آخرين هذا بدل عن هذه العقلية الأمنية اللي تنظر إنا بشكل واضح أن نحن لسنا مواطنين في هذه الدولة أن نحن رهائم في هذه الدولة جاء اليوم إلى المحكمة إن شاء الله يقف مع أخواننا في العراقيب لأجل المحاكمة ونوقف معهم عشان المحاكمة الغير قانونية وغير إنسانية وننقف معهم فيها وهذا جئنا اليوم إن شاء الله وربنا إن شاء الله يحكم بالعدل إن شاء الله في المحكمة السلطات الإسرائيلية تواصل في الفترة الأخيرة تضييقها على المواطنين العرب البدو خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف في الجنوب في ظل ما يسمى حكومة التغيير برئاسة نفتالي بنت وذلك من خلال حملات دهم يومية هدفها مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل وفتح ملفات لهم في المحاكم على كل توسعة لمنزل من الصفيح لا يكفي الحد الأدنى من احتياجاتهم وذلك كجزء من سياسة عنصرية تطال البشر والحجر والشجر أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 521 إصابة كورونا جديدة حيث تخطى عدد الإصابات الخمسماء لليوم الثاني على التوالي منذ آذار الماضي ويستكمل المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا كابينت كورونا جلسته التي انفضت دون اتخاذ قرارات حيث يتم التشاور بالإجراءات والتقييدات التي من المتوقع فرضها للحد من تفشي الطفرة الهندية وتتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض تقييدات تتعلق بالتجمهر والتواجد في الأماكن المغلقة وفرض تقييدات على الأفراح والاحتفالات والمخيمات الصيفية بالإضافة إلى إلزام وضع الكمامات وفرض إجراءات مشددة على المعابر ومطار بنكوريون وإمكانية فرض الحجر الصحي على كل من يعود من خارج البلاد على أن تدخل القيود المحتملة حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل حذرت الهيئة العربية للطوارئ من تفشي فيروس كورونا في المجتمع العربي كما دعت المواطنين لتلقي التطعيم في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي عموماً ووجهت الهيئة في بيان لها نداء إلى السلطات المحلية العربية لإعادة تفعيل عمل غرف الطوارئ المحلية وطالبت المؤسسة الرسمية والحكومة بتوفير الميزانيات المطلوبة داعية إلى إعادة تفعيل منظومة الفحوصات المتنقلة وتوفير الفحوصات اللازمة في البلدات العربية على نطاق واسع وأوضحت الهيئة العربية للطوارئ أن هذا الانتشار جاء بعد انتهاء الأزمة الأمر الذي يضعهم مرة أخرى كأفراد ومجتمع أمام خطر على المستوى الصحي وتداعيات أكثر خطورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي خاصة مع بدء موسم المناسبات الاجتماعية واقتراب عيد الأضحى المبارك أصيب أربعة أشخاص بجروح وصفت إحداها بالخطيرة جراء تصادم سيارتين قرب كفر ياسيف وبالقرب من مفرق جومي في شمال البلاد صدمت مركبة راكب دراجة كهربائية في الخامسة والعشرين من عمره الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفي رهط أصيب راكب دراجة نارية في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الحوادث تشير الإحصائيات الأخيرة في جمعية أوريا روك المعنية بحوادث الطرق إلى ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا حوادث الطرق وصل إلى 17% ليكونوا بذلك 33 شخصاً قتلوا في حوادث سير في الشوارع نحن نحاول نقلل ونحد من هذه الظهرة التي تود لمجتمعنا إلى الهاوي نحن نلاحظ بالأمر الأخير ارتفاع كثير في نسبة الضحايا للحوادث السير لا يعقل أن حوادث السير اليوم تساوي مع نسبة الأمراض الخطيرة المنتشرة إن كان مرض السرطان وإن كان مرض السكر وكل هذه الأمور خطيرة أمان وأمان البلد عن طريق أكثر نحاول نحط أكثر إشارات مرورية في البلد مثلا بلد عربية تلاقي فيها قليل جداً تلاقي ممر مشاة مثلاً مش واضح فكل هذه الأمور نحن بحاجة لتوعية أكبر وبحاجة لندور الشرطة تأخذ دور أكبر في بلدتنا العربية بشكل عام تقع أهمية التوعية والحذر على كافة المواطنين فقد تكون السرعة من الأسباب المؤدية لفقدان السيطرة بالإضافة غياب الرقابة الشرطية بشكل واضح وتزداد حوادث الطرق في القرى والمدن العربية بسبب البنى التحتية التي يعاني منها السكان في المجتمع العربي ما يستدعي العمل على البنى التحتية للمساعدة في الحد من الحوادث الدراجة الكهربائية تعيدت اللي بسقوها تحجيل 16 سنة احنا متشوف كثير بالقرى والمدن العربية بالذات هاتش كمية كبيرة من الأطفال أنا بقول والولاد الصغار اللي بسوا هذه الدراجات بسرعة عالية هذه الدراجة بتصر لسرعة 60-70 كيلومتر اللي كتير خطر وبيكونش لابس لا خوزة ولا ولا أياتها وسائل وقاية اللي بتأدي إذا وقع وعزيرة بصلنا عندي على قسم الطوارئ على غرفة الحيدر هلم احنا منقول غرفة الطوارئ مع كسورات مع ضربات بالرأس صعبة وكتير مرات من أدي أن ننقل المريض لمحلتاني بسبب الإصابات بالرأس بسبب هذه الدراجة الكهربائية فأنا متوجه للأهل يديروا بالعاونات بذات السبب الفرصة اللي جايين عليها تعد حوادث الطرق من ثاني أكبر الحالات الخطيرة التي تصل إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات حيث يكثر استخدام الدراجات الكهربائية في فصل الصيف ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات نتيجة قيادة هذه الدراجات والتي يكون غالبية سائقها أطفالا لم يتجاوز سن السابعة عشر بعد حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية زائري المواقع الطبيعية في منطقة الشمال من ملامسة الحيوانات وذلك بعد تشخيص نحو ثمان وعشرين إصابة بداء الكلب منذ مطلع العام الجاري عثر على ستة وعشرين منها شمالي البلد ووفق بيان الوزارة كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحيوانات المصابة بداء الكلب في الأشهر الأخيرة بمنطقة الشمال وأوضحت أنه منذ بداية شهر آذار تم الإبلاغ عن إصابة ثمانية عشر حيوانا في مناطق الجليل والجولان السوري المحتل وفي بلدات الراما وبيدجن والبقيعة ومعيان بروخ وغيرها وطلبت وزارة الصحة من كل شخص تعرض للعض أو الخدش أو ملامسة حيوان بغسل منطقة الإصابة فورا بالمياه والصابون مشيرة إلى أنه يجب التعقيم والتوجه إلى أقرب عيادة لفحص إمكانية تقديم علاج وقائي ضد داء الكلب يشار إلى أن داء الكلب مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي وهو قاتل ومميت عند الإنسان والحيوان ونسبة الوفيات فيه تصل إلى مئة بالمئة وينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عن طريق العض أو الخدش أو لمس اللعاب أو الجلدي المصاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة